اسرائيل مقبلة على تغيرات مفصلية في الجيش في المؤسسة العسكرية في المجتمع في الداخل فيه تفاصيل كتيرة جدا جديرة بالاهتمام بيها ان دي اسرائيل الجديدة بعد 7 اكتوبر انت بتتكلم على مجتمع مأزوم مؤحالة من الاحتقام داخل المجتمع قيادات عسكرية وسياسية حيتم الإطاحة بيها فيه تغيرات كبيرة في الجيش هم متماسكين قدام حضرتك يوميا بس ده عشان مؤتمرات الصحفية يعني لكن فيه خلافات كبيرة جدا قاضي تجسل معلومات مسكين في بعض الحوار معلن تمام ولو انت بتشوف اعلام المقاومة واعلام اسرائيل طبعا اعلام اسرائيل يكسب للأسف يعني يكسب في ايه انه هو بيخاطب جمهوره بيخاطب جمهوره انت مش بتلقل لهذه الصورة لجمهورك في جزء منه طبعا في تقصير فلسطيني تقصير من المقاومة الفلسطينية لان انا بقيم الصورة بصورة شاملة هنا بيخاطب جمهوره وهنا مش قادر يخاطب جمهوره ومركز فيه نقطة واحدة المقاومة في كل الاحوال الفلسطينية انا في تقديري مش مقتصر على حماس احنا عادينا نقول حماس لا ايه مش حماس المقاومة الفلسطينية اصلا بدأت فيه الضفة الغربية صح وفي فتحة وفتح ياكب ان نقدر ان فتحة هي كبرى منظمات تحليل فلسطينية صح بتبدور التاريخي الاكبر والابرز المقاومة اصلا والسلطة الفلسطينية كيان دولة الناس بتقول لك سلطة لا كيان دولة وسلطة مشروعة وليس من مصلحتنا احنا كدول عربية ان احنا نتعامل مع السلطة باي شكل ما باعتبارات معينة انه الكيادة الفلسطينية في الاخر هي المسؤولة عن شعب الفلسطين والممثل للشعب الفلسطين فكر الفصائل لن يخدم الساحة الفلسطينية انا في تقديري سيادة النائب حينما تتحدث مع حماس والجهاد وغيرها من الفصائل الفلسطينية غير منضبطة تيارات سلفية وجهادية وسمى يقول لك عليها بقى بالتفاصيل دي في توقيت معينة يبقى لها دور خلي بال حضرتك وفي جزء بقى من تحريك المشهد في الداخل السيناريو السيء السيناريو الافضل هو ما تكون به انت كمصر الان مصر بعد معارض الصورة تطرح الرؤية والرؤية الشاملة هي مش مراحل اولى وثانية وثالثة تمام وهو تتحفظ حماس ثم تطلع بيانات احنا من المرحل النهاردة في بيانات وردود عليها النهاردة انت بتتكلم بفكر الدولة المصرية المسؤولة وليس فكر الفصائل والشعب الفلسطيني اصلا مش فصائلي الفصائل كام يا اسامة عندكم 13 فصائل المعترف فيهم الباقي مش منظم في هذا الاتر فانت امام السيناريوين السيناريو الرئيسي هو سيناريو اعادة تقديم القضية الفلسطينية للوجهة الدولية هذا هو الاساس وهذا هو السيناريو اللي احنا نعيد تقديم القضية الفلسطينية للوجهة الدولية وفق المقرارات الشرعية